لحظات لا تنسى هو أيام سعيدة مرت على أجمل نجوم الزمن الجميل وسوف نستعرض لكم عدد من الصور لأجمل ذكريات نجوم هذا الزمن الصورة الأولى معانا لسيدة الغناء العربي أم كلسوم مع شقيقها خالد إبراهيم السيد البلتاجي وتم التقاط هذه الصورة لهم في عام 1917 وهذه الصورة عمرها أكثر من مائة عام عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين وصورة جميلة له مع زوجته الفرنسية سوزان وقد تعرف عليها عندما كان يدرس في باريس وجمعت بينهما قصة حب قوية وتزوج في عام 1917 واستمر زوجهم حتى وفاته في عام 1973 العندليب الأصمر عبد الحليم حافظ والسيدة نهلة القدسي زوجة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وقد جمعت بين حليم وعبد الوهاب علاقة عمل وصداقة قوية وكان من أقرب الأصدقاء لأسرة عبد الوهاب عميد المسرح العربي يوسف وهبي وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وصورة جميلة لهما تم التقاطها عام 1969 وأثناء كواليس فيلم الحب الكبير وهذا الفيلم كان من بطولة الفنان فريد الأطرش والفنان عبد السلام النبولسي سندريلا الشاشة المصرية سعاد حسني والفنان نديا لطفي وتم التقاط هذه الصورة في عام 1991 وبعد أن قدمت سعاد حسني فيلم الراعي والنساء وهي صورة جميلة لهما وفيها دحكة من الأل الفنانة الاستعراضية زيزي مصطفى وابنتها الفنانة من ناشلبي وصورة جميلة لهما والفنانة من ناشلبي من موليدي الجيزة في يوم 24 يوليو في عام 1982 وتبلغ من العمر 41 سنة صورة جميلة بتجمع بين نجوم الزمن الجميل وبيظهر معنا في الصورة الفنان محمد فوزي والفنانة شدية وفات حمامة ومديحة يسري والفنانة صباح وتم التقاط هذه الصورة لهم في عام 1955 وأثناء تواجدهم في أحد الاحتفالات الفنية صورة من كواليس فيلم غزل البنات وبيظهر معنا في الصورة الفنان نجيب الرحاني وليلة مراد والفنان أنور وجدي وبيظهر أنور وجدي في هذه الصورة وهو بيمارس الإخراج وتم إنتاج هذا الفيلم في عام 1949 وهذا الفيلم آخر أعمال الفنان نجيب الرحاني قبل وفاته وتوفى نجيب الرحاني قبل عرض هذا الفيلم في دور العرض وكانت وفاته في يوم 8 يونيو في عام 1949 وكان يبلغ من العمر عند رحيله 60 سنة فاتن حمامة والفنان محمد فوزي وصورة جميلة لهم من كواليس فيلم دايما معك والذي تم إنتاجه في عام 1954 وبيظهر معهم في الصورة مخرج العمل هنري بركات الفنانة هند رستوم وصورة جميلة لها من كواليس فيلم باب الحديد والذي تم إنتاجه في عام 1958 وهذا الفيلم كان من بطولة الفنان فريد شوئي ويوسف شهين ويعد هذا الفيلم من أنجح أفلام يوسف شهين وهند رستوم وفريد شوئي الفنانة شاديا والفنانة شويقار وصورة جميلة لهم من كواليس فيلم الزوجة الثلاثتاشر وكان بيشاركهم في بطولة هذا الفيلم الفنان رشدي أبازة وعبد المنعم إبراهيم وتم إنتاج هذا الفيلم في عام 1962 كما أنه لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا عند عرضه الفنانة ناديا لطفي والفنانة دلال عبد العزيز وصورة جميلة لهم من منزل الفنانة ناديا لطفي وتم التقاط هذه الصورة أثناء مرض الفنانة ناديا لطفي فكانت بتجمع بين الفنانة دلال عبد العزيز وناديا لطفي علاقة صداقة قوية وكانت دائمة السؤال عليها باستمرار هي والفنانة رجاء الجداوي وميرفت أمين الفنانة شديا وصورة جميلة لها أثناء نومها وبتظهر معها في الصورة والدتها السيدة خديجة طاهر وهي صورة جميلة واضح فيها حنان الأمومة وتم التقاط هذه الصورة لهم في عام 1951 صورة أخرى للفنانة شديا وابتظر معها في هذه الصورة الفنانة الرحلة رجاء حسين والمخرج حسن الإمام وتم التقاط هذه الصورة لهم في عام 1961 وهذه الصورة من كواليس فيلم التلميذة وكان بيشاركهم في بطولة هذا الفيلم الفنان حسن يوسف والفنانة أمين رز ليلى مراد وأنور وجدي والفنانة شديا وكمال الشناوي وصورة جميلة لهم واضح في الصورة المحبة والصداقة اللي كانت بتجمع بينهم وبتظهر في الصورة ليلى مراد وهي بتقوم بتقبيل شديا وكمال الشناوي وأنور وجدي على وشك التقبيل صورة جميلة بتجمع بين الموسيقار محمد الموجي والموسيقار محمد سلطان والفنانة سبع وتم التقاط هذه الصورة لهم في عام 1973 وأثناء تعاونهم معا في أحد الأعمال الفنية العندليب الأصمر عبد الحليم حافظ والفنان السيد بدير وصورة جميلة لهما وتم التقاط هذه الصورة لهم في عام 1955 وأثناء تعاونهم معا في أحد الأعمال الفنية الفنان تحية كاريوكا وزوجها الفنان محرم فؤاد وصورة جميلة لهما وتم التقاط هذه الصورة في عام 1962 الفنان سمية الألفي والفنان فاروق الفشاوي وابنهما أحمد الفشاوي وصورة جميلة لهما أثناء زوجهم وتم التقاط هذه الصورة لهم في عام 1985 وقد استمر زواجهما لأكثر من 15 عاما إلى أن تم الانفصال بينهم الفنان سعاد حسني وليلة طاهر وماري مونيب وسهام فتحي وعبد المنعم إبراهيم وصورة جميلة لهما تم التقاطها عام 1961 وهذه الصورة من كواليس فيلم المراهق الكبير وهذا الفيلم كان من بطولة الفنان يحيى شهين والفنان عماد حمدي الموسيقار والملحن علي إسماعيل وزوجته وصورة جميلة لهما وعلي إسماعيل هو الشقيق الأكبر للفنان جمال إسماعيل وتوفى علي إسماعيل في يوم 14 يوليو في عام 1974 الفنان أحمد زكي وشرين صيف النصر والفنان سناء جميل وعادي الأدهم وصورة طريفة لهم من كواليس فيلم سواء الهانم والذي تم إنتاجه في عام 1993 الفنانة شادية وصورة جميلة لها من كواليس فيلم شيء من الخوف والذي تم إنتاجه في عام 1969 وكان بيشاركها في بطولة هذا الفيلم الفنان محمود مرسي والفنان يحيى شهين الإعلام الراحل ماجد عبد الرازق الشهير ببابا ماجد وصورة جميلة له في سن الشباب الفنانة فيزة أحمد وصورة جميلة لها تم إلتقاطها عام 1975 الفنانة الجميلة شريهان وصورة جميلة لها في بداية دخولها عالم الفن وشريهان من موليد ستة ديسمبر في عام 1964 وتبلغ من العمر 59 سنة وتم إلتقاط هذه الصورة لها في عام 1980 الفنان فريد شوقي وهدى سلطان وصورة جميلة لهم أثناء زوجهم وبتظهر معهم في الصورة ابنتهم ناهد وابنتهم مهة وهي صورة طريفة لهم واضح فيها روح الدعابة وتزوجت هدى سلطان من الفنان فريد شوقي في عام 1950 وأنجبت منه ابنتين هما ناهد ومهة وقبل زواجه منها كان عنده ابنة أخرى من زوجته الأولى واستمر زواجهم لأكثر من 15 سنة وانتهى هذا الزواج بسبب تعاونها في فيلم امرأة على الطريق صورة أخرى أثناء زواجهم وهذه الصورة كانت يوم عيد ميلاد الفنان فريد شوقي وبتظهر معهم في الصورة الفنانة صباح والفنانة ليلى فهمي وسهر البابلي الفنانة شديا وصورة جميلة لها وهي عمرها عدة أشهر وبتظهر معها في الصورة والدتها السيدة خديجة طاهر وخالتها والفنانة شديا اسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال شاكر وهي من موليد 8 فبراير في عام 1931 وتوفت يوم 28 نوفمبر في عام 2017 وكانت تبلغ من العمر في ذلك الوقت 86 سنة وقدمت شديا خلال 40 عاما من عملها في الفن 112 فيلما و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة وهي مسرحية ريا وسكينا وتعد الفنانة شديا من أبرز فنانات السينما المصرية رحمها الله رحمة واسعة ورحم جميع فنانين الزمن الجميل وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر